نقش معنا سبح الخير سبح النور سبح الخير مريم شكرا لك على تهينيك شكرا لكل ما قدمت تهيني للرابطين والرابطيات من المناظلين الرابطة من أصدقائنا في المجتمع المدني من شخصيات عامة وسياسية من الأصدقاء لكل نشكرهم في المباشر عبر ميكرو إذاعتكم شفت فرحة كبيرة هنا على شبكة التواصل الاجتماعي والناس عاشت الحدث لأنه هو فعلا حدث والناس يجب أن تفهم قيمة الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ليس قيمة رمزية قيمة فعلية يعني عدد وازن اليوم في المجتمع كما كان هذا يعني عبر التاريخ فما حاشتين بسام تريفي فرحة الناس اللي تفعلت بنجاح المؤتمر وأكثر كلمة قالت حتى أنه قريب شوالي أشتاغ الرابطة التعافى هو الرابطة التعافى هنا مجموعة من الأصدقاء معناها اللي سهموا معايا في هاته القائمة خرجناه قبل يأثر فيه الاشتاغ أو خطر قبل قلنا الرابطة ستتعافى اليوم أعتقد أنه الرابطة تتعافى وستتعافى أكثر معناها بصعود هاته القائمة معناها مؤتمر كان منتظر خطر وخرنا ثلاثة سنوات لعدد أسباب لأسباب هيكلية لأسباب مرت بها البلاد لظروف الكوفيد وقعدنا نطبعه في المسار برش حاجات ومصعب مالية كذلك مرت بها الرابطة هذي الكل علش معناها وصلنا تتعافى أول حاجة لإنجازها المؤتمر ونجاح المؤتمر نفتح قوس هنا أنه منظمة بقيمة الرابطة وتقول كانت عنا يعني مشاكل مالية يظهر لي هذي يحسب لها يحسب لها لأنه اليوم نشوفه معناتها المجتمع المدني والمنظمات كيفيش تمول برشة من الخارج وأنه اليوم الرافتة تقول عنها يعني ظروف مادية صعبة والله يحسب لها صحيح يحسب لنا خطر مناش شكلي ناخذوا في الأموال تمويلات الأجنبية كما قيل هكالي نثبتوا مني ناخذوا الأموال الرابطة عندها دور نيذالي أول حاج عندها مسؤولية نيذالية تناظل واثنين من خلال بعض البرامج تنشر ثقافة حقوق الإنسان نحن ما تخلناش على جانبنا نيذالي غلبنا الجانب النيذالي للرابطة وفي نفس الوقت ننشر ثقافة حقوق الإنسان اللي هو يطلبوا تمويلات فعلى ذلك قعدنا نمر بصعوبات مالية وقعدنا رغم الصعوبات هذه قعدنا سمدنا طيلة ست سنوات هذه وتمكننا من إنجاز المؤتمر بفضل نيذالي الرابطين والرابطيات تعدى في ظروف طيبة وكان نقول الكلمة عرص انتخابي عرص رابطي تلمدوا فيها نس كل تلمدوا فيها الرابطين والرابطيات اللي نقضوا ساعات معناها سنوات ما شوفوش بعضنا المؤتمرين الكل وأفرزها عن انتخاب تركيبة جديدة لهيئة المديرة والتي سيتم توزيع المهام صلبها يوم السبت القادم ومن المنتظر أنك أنت تكون على رأس تنشوفو إذا أصدقائي إذا أصدقائي عبنحوني في قادم لأنه أنت عندك أكثر عدد من الأصوات يعني اليوم يعني عادي تعملي في الحملة نعم تستحق أنك تكون على رأس الرابطة مهمة ذي وأنا شوف تفاعل الناس هو سعيبرا مش بيه واحد يكون بالأجمع أنه فما أجمع على شخص وأنا شوف تفاعل أصدقائي ويجب أن تكون رئيس رئيس الرابطة أو رئيس رابطة حقوق الإنسان أنه يذكرك أنك إنسان وكل يوم يقول لك كما وقت الرومان يقولوا في ذات مختائل عرفتي ذكرك الكرسي والرئيسة لا تريدك تتغير أنا ما تغيرت شو ما نشفيش نتغير ونسي تعرفني الكل معناها جسوي أمام حتى في المؤتمر نقول لهم راو ندافع على قيمة ثابتة الإنسانية وحقوق الإنسان الباقي لكل يتعدى معناها جولي في قبل وجلو في توو وجلو في خي أبخي أنا ملي قوم مصباح ندافع كسو سواء في مهنتي أو في الرابطة أو في المجتمع المدني فاصل وتفسر لنا عليش الرابطة تتعافى شاء فعلا موسيقى 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 اشتركوا في القناة هذا برنامجكم تتعافى من أزمة هيكلية تتعافى من أزمة مالية تتعافى من أزمة مواقف في بعض الأحيان هذا هو الأهم تتعافى من عدم وضوح رؤية هل هو في علاقة بهذا المسار منذ 25 جويلة هل هذا في علاقة بوجود رئيس قيس عيد في قرتاج هل في بعض المواقف لم نجد الرابطة بصوتها العالي وهي يعني تكون في هذا الموقف اللي دي ما كنت معتا كنتر لبوور مش فقط في علاقة بهذا المسار بعد 25 جويلة ما هي تراكمات كما قلت مريم عدينا معناه 6 سنين من المفروض أنه قبل انتهاء معناها قبل انتخابات حتى 2019 ولا بعد بشوية كنا نحن معناها سخطون ما نكونش لهنا اليوم تراكمات فما عديد الأسباب خليت أني الرابطة اليوم ما تعيشش أحسن فتراتها في الفترة السابقة ومنها اللي حكيت عليه منها معناه اشتدت الأزمة أو الخلافات بعد ما صار 25 جويلة لكن هذي الكل ما نعرفش كنا نكونوا في وضعية أريح ما كانش الخلافة هذية تكون بالحدة هذيك كنا الرابطة والرابطين يغلبوا الحوار ويغلبوا النقاش وفي أغلب الأحيان معناه حتى كيكون رأيك أقلي تنظبت لمواقف الهيئة المديرة وما اتفقت عليه وهذا اللي صار حتى في نهاية المتاف فضلنا عدم التعبير على مواقف باعتباره وأنه مناش منتفقين حوله وهذا اللي خلى عديد المتابعين وقدماء متاع الرابطة والمجتمع المدني وكل متابع للشأن العام يقول وينه موقف الرابطة من بعض المواضيع اللي من المفروض أول وحدة تتكلم عليه احترمنا معناها صوت الهيئة المديرة وصوت حتى الأقلية في بعض الأحيان وما عبرناش على موقف مخالف حفاظا على مكانة الرابطة وعلى تمسكها الرابطة رأون ذكروا لي متحصل على جيسة نبلة سلام يعني وعلى تمسكها وعلى انسجام أعضاءها بش نوصلوا للمؤتمر معناها وما نتفكوش قبل الوصول إلى المؤتمر يعني كادت أن الرابطة تمر بأزمة تخليها يعني يمكن يصير ما كان يعني اللي إحنا ما نتمنوش للرابطة شوفت مريم أنت زادة والمتابعين للشأن العام اللي أصدرنا ويقف في علاقة بالدستور في علاقة بالحواء ثم مواقف مضادة ففي مرحلة ما خيرنا عدم الحديث في مواضيع أكلفها انقسام كبير واختلاف كبير لعدم أن الرابطة تتعبر على موقف موش أغلبي أو حتى أقلي معناها بش ما نوصلوش لك المرحلة اللي يزوز بيانات وادوبلو بوزيشون واحدة يعني موسين دالي قرارات رئيس الجمهورية في بعض الأحيان والأخرى يعني مضادة بالضبط اليوم اللي صار معناها ديما نغلبوا لغة الحواء ديما النقاش وديما الموقف الرسمي هو اللي تم تعبير عليه وإن شاء الله في المرحلة الجاية ناس الكل تتوحد حول الموقف الحقوقي الموقف المدافع للحقوق والحريات مهما كان الحاكم ومهما كان المحكوم مهما كان المنتهك حقوقها ومهما كان المنتهك حقوقها مهما كان لون السياسي مهما كان اللون السياسي مهما كان إيجولوجيا شعار الرابطة من مؤتمرها السادس كل الحقوق لكل الناس بدون إقصاء ولا تمييز معناها هذا الشعار تربيت عليه هنا نعرف من اللي كان سيمختار تريفي والدي والمجموعة اللي معاها معناها على رأس الرابط التونسي اللي فعل حقوق الإنسان حتى اللي سبقوه زادا كيف كيف وتحية لهم معناها الهيئة المديرة ومناظلية الرابطة القدامة كل الحقوق لكل الناس بدون إقصاء ولا تمييز اليوم في الأون متع جاريت الصباح بسام تريفي فما يعني ملف كامل على الرؤساء وأبنائهم ويغضيه رؤساء الجمهورية رئيس راحل بن علي بيجي قي سبسي زند الرئيس الراحل وكذلك بورقيبة وأبنه وفما صور التراشد الغنوشي وأبنه يمكن خاطر زعيم سياسي وعليش اليوم فما أنا معاهم لا أغزمو يعني في بعض يمكن بعض الناس قولوا تيان حق نحتو سيمختار اللي أنا نحييي الأستاذ مختار تريفي في تونس نقولوا الرابطة ونقولوا دفاع عن حقوق الإنسان نقولوا الكبير مختار تريفي ويراثة فما نيس تقولك اليوم ولا الرابطة وليت بالوراثة شوف تحية السيمختار كان يسمع فينا تحية الوالدي هو ورثني أنا وأختي وعايلتي الموسعة والعائلة الرابطية عديد القيام وعديد المبادئ اللي نيس اليوم منزلت تحمله خليلي حاجات باية خليلي حاجات نمن باهم ساهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة أني نأمن بحقوق الإنسان وهيتي هي المبادئ الكونية الإنسانية متنجم تكون حاجة باية لا ورثني لا أملك لا عقارات مختار يعديلك الحاجات الباية ومي زادت عديلك كان هذا هو رث من عند مختار ورث تحب الناس ليه اللي زادوا رثتهم بعد خطر خذيت من عنده حاجات باية كما هو كما أمي دونك هذا هو رثني يعطيه الصحة شكراً سيمختار على هاته الورثة القيمة الإنسانية يعني اليوم أنك تكون على رأس الرابطة يعني طبيعي طبيعي أعتقد أنه طبيعي ذه معناه انتخاب مباشر الرابطين لكل والرابطيات يعرفوني يعرفوني مقبل حتى ما ندخل الرابطة في الفين واربعتاش كنت في فرع من نوبا يعرفوني إذا ليتي مقبل نذكر حتى أصدقائي من قبصة ومن المتلوي من الجنوب كنت من أصغر المحامين اللي نيبوا في قضايا الحوض المنجمي النظال ما بداش جا في فانسي توم زدك يدخلت المحامات ونظال أنا متربي فسط الرابط معناها من اللي حلت عناية نشوف في والدي والدي في أني سيد ديمقراتيات لا يرحمها بنت النقابة بالاتحاد العام تونسي لشغل دون كذي محيتي الطبيعي مكاني الطبيعي معناها مش الرابطة لكن النظال الحقوقي هو مكاني الطبيعي ما خذيت شيء لحد أحد بينما تقول خذيت من والدي ومن والدي خذيت القيام هذه القيام الإنسانية النبيلة المدافعة للحقوق والحريات والمساواة والحريات وشوفنا في بعض الموقف الأخيرة خاصة بسام تريفي موقف كنتي شخصي ولكن هو يعبر على موقف الرابطة اللي هو يعني ضد بعض قرارات اللي ياخذتهم لئاسة الجمهورية ضد الأمنيين في قضية عمر العبيدي في قضية يعني أنه السياسيين يتم يعني محاكمتهم أمام القضاء العسكري مهما كان السياسي كانت ديما الرابطة تسرع بش تكون الأولى بش تصدر بياناتها وكيف نشوفه بيانات تتلمع عديد المنظمات ديما على رأس القائمة نلقاوا الرابطة الرابطة موجودة دائما مهما كان ولا يساعد بش نحكي لكي نانكدوت نتذكر وقتها في حكومة يوسف الشاهد تم وضع مجموعة من رجال الأعمال والسياسيين تحت الإقامة الجبري نتذكر أن الرابطة عبرنا على موقف مغير حتى ما نخذل شكوهم في القائمة هذه بصفة مبدائية معناها الإقامة الجبري هي موقف مبدئي للرابطة مهما كان الاسم مهما كان الاسم ومهما كان شكو يحكم كان وقتها شفيق جرية على ما يبقى شفيق جرية وبعض رجال الأعمال الأخرين معناها مزيل حتى شكون فيهم في السجن ما نذكرش بالضبط حتى عبرنا على الموقف حتى ما غير ما نشوف القائمة معناها المحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ومش نحكي لكم هنا نكدوت تاوى فما شكون دفعنا عليه قبل الوقت لتحاكم امام القضاء العسكري وعمل اضراب جواك كيفيش تحاكم امام القضاء العسكري اليوم كيتبدل المشهد السياسي ولا معا المحاكمات العسكرية وقال لي اه كيفيش الرابطة دفع ذكرته ورجعت التدوينة متاعي وذكرته وكيتحاكمت انتي قدام القضاء العسكري راهوا هاو نفس الموقف شكونا دي ما نحبش نقول عليه شخصية سياسية بيرزا مش سياسية ما مدون هاكا هو اه دونك فرا اه مهما كان الحاكم ومهما كان المحكوم فما ثوابت اه معناها فما موقف زادة معبرنيش عليه كما يجب اللي هو اعفاء القضاء اعفاء القضاء راهوا حاجة اه معناها مخالفة للقانون ومخالفة للموثيق ومخالفة للمعادة ومخالفة ويمكن النقطة هذه اللي خليت غضب كبير داخل الرابطة وانو الموقف ما كانش موحد ما ما كانش موحد الموقفة ذايا وانا معناها اللي انا ولد المحكمة ولد المحامات والمحامات هي قلعة لذال كذلك كيف كيف الرابطة وبالمناسبة نتوجه اه بتاحية لسيد عميد المحامين حتم زيو اه اللي جاي وحضر معنا في اه مؤتمر رابطة معناها انا منا جمشي اليوم نشوف اشتنا وصير في المحامات في السمحني في القضاء وطريقة عزل القضاء بدون تقديم ملفاتهم وبدون اعطاءنا اسباب معناها اه اه لعزلهم ونقعة ساكت منا جمشي فما بالوكاب الرابطة التونسية اللي دفاع عن حقوق الانساء فما عديد المواقف الاخرى زادة كيف كيف اللي ما عبرناش عليها اه مرسوم اربع وخمسين مرسوم خمس وخمسين هذي الكل نقول حتى بعد عشر سنين بعد عشرين سنة راهوا ستكون الرابطة مواقفها ثابتة من عديد القضايا اه مانيش خطر اللي 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 ضحايا الانتهاكات توا ساهموا في تخريب البلاد اه اه ساهموا في اللي وصلنا له هذيه خطرني مش نسكت اه 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 نجمو مقول زادة ما نعرش نو بش يصير عشر سنين اخرية شنوة اه ما يصير البلاد من ناحية الاقتصادية الانشماعية والسياسية لكن بش نقعد نعبر على نفس المبادئ هذيه اللي تحملها الرابطة اليوم اه مش اليوم هو منذ ايام اه شفنا مجموعة من اه السياسيين رؤساء احزاب اه منظمات اللي كانت موجودة في جونيف بش تعبر عن موقفها وكان اه يعني اه اه امام اه مكتب الدفاع عن حقوق الانساني تابع لونيو عملت ضرجة كبيرة الصورة الي شفنا فيها متجمعين قيادات من حركة النهضة من الطيار من بعض الشخصيات الناشطة في المجتمع المدني تتفهم انهم يمشيوا الى الخارج انهم يمشيوا الى جونيف ويعبروا على المواقف هذيه ومش في تونس امام مقر الرابطة مثلا هو بوكين بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل اه السينغمال معناه يصيروا اه اجتماعات كيف نهاتك وتنقلات كيف نهاتك وانا واحد من ناس تم دعوتي لمشاركة في هذا لكني رفضت لعدد اسباب منها اه انعقاد المؤتمر لو لم يكن انعقاد المؤتمر كنت تتقلوا ايش تكون معاهم وتكون حاضر على الصورة اه ما نحبش جيب على السؤال اه نلتزم الصمن اه كنت نمشي معناها اذية معناها اه الامم المتحدة وتونس عضو في الامم المتحدة ومسادقة على كل المواثيق والمعادات الدولية وذي الامم المتحدة معناها الاستعراض الدوري الشامل للدفاع عن حقوق الانسان اه الوضع هذا يسعب شوي واللي يحملوا راهوا ناس كل اه تنجم تحمل راية الدفاع عن حقوق الانسان اه لكن اه كل واحد يشد بلاستو سمحني مش نقول كل واحد يزم يعرف ما كانت ويزم يعرف الحدود اللي يتحرك فيها وكلامي فيها برشة معاني اخرى اه ناس تنجم تفهمها حبش نقولها كيكا اوسي سيك الاستعراض الدوري الشامل اللي يقولوه في تونس الهناه تقاللنا من دول اخرى كان منا المفروض ونحنا ندينا في كل مرة انه انتبقوا اه ونعملوا على تفعيل اه ما صدر في تقرير الاستعراض الدوري الشامل اللي يسبق هذي اه باش نوصلوا للجنيف الاستعراض الدوري الشامل هذي ويمشي ممثل الحكومة واني يحس في نفسي انه ممشيش ممثل حكومة ورئيسة الحكومة قلقت اه كلمة عبر التطبيقات والاقمار الصناعية وبالتالي اه اليوم وضع حقوق الانسان كان على رئيس الحكومة تونسين هتكون حاضرة حسبرايك مش رئيس الحكومة اما تكلف شكون عنا ايدارة متحقوق الانسان في رئيس الحكومة كان على الاقل ترى لازم اه حضور امبخيزانسيال وتدفع تونس على موقفها وتتعاهد بش انها اه تدارك بعض الاختاء تدارك بعض اه منعرش الرجوع الى الوراء في بعض المواضيع اه مثلا كنت اعتبر اه مثلا في بارش حاجات معنايا في حرية الراي في حرية التعبير في الاعتداءات في التوسيم تاع الافلات من العقاب وحرية الراي والتعبير وين يعني؟ حرية الراي والتعبير وحرية الصحافة اه نعرش مام تجموح تنقول الى حد الان مرناش انتهاكات في حرية الراي والتعبير اه نحيل الى اه او ربما تحكي على القنون 54 مثلا قنون 54 اللي يمكن استعماله اللي يمكن استعماله اه لذرب حرية الراي والتعبير نحيل زادة كذلك لتصريحات اه نقيب اه مهدي جلاسي اللي معناها البارح من عرشوين في اذاعاتكم ولا في اذاعه اخرى اعطاع عرض الانتهاكات تتعرضو للصحفيين في علاقة بحرية الراي والتعبير اه كنت افضل ان الدولة تونسية تمشي وتدافع على موقفها وتتعاهد بانه اذا واقعت اخطاء معناها يتم تداركها وانها متمسكة بتدعيم المكاسبة التي حقتها تونس وحققها تونسيين في هذا المجال مزيد تدعمها وتعاهد بعدم تكرار هل انه الرابطة بيش تكون من بين الملاحدين في انتخابات بعتاش ديسان؟ اه اكيد اكيد هذا معناها عادة ديما كل انتخابات تراقبوها نحب مذابية اللي زي تتفاعل معنا مش كما في الاستفتاء ما تفاعلتش معنا بالصفة الكافية الرابطة عندها خبرة في مراقبة الانتخابات في مراقبة كل هذه المحطات الانتخابية نعم بفضل مناظلية ومناظلاتها سنراقبو الانتخابات اللي نتمنى انها تكون نزيهة وشفافة ودون اعطي ورأينا فاهم بعد استاذ بسام تيفي شكرا لك شكرا لك كنت هذا اليوم معنا في الماتين الله نعم بك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة